كلكم تعرفون التوت البري ومنتجاته المختلفة في متاجر التسوق ولكن هل كنتم تعلمون بأن حصاد هذه الثمار الحمراء يتم بعد إغراقها؟ في قديم الزمان كان التوت البري يقتفو بعناية باليد ثم استخدم المزارعون معاول خشبية شبيهة بأمشاط كبيرة لاكتساح الشجيرات وفصل التوت أما اليوم فيستخدم المزارعون طريقتين للحصاد ألا وهما الحصاد الجاف أو الغمر بالماء يزرع التوت البري في قنوات طويلة بالمستنقعات في دول مثل أمريكا الشمالية وروسيا وأجزاء من أوروبا وفي اليوم الذي يسبق الحصاد تضخ كميات كبيرة من المياه بالمستنقع حتى يطفو التوت على السطح وتقوم آلة الحصاد بتحريك المياه بعنف حتى تتراخى وتنفصل ثمرات التوت عن النبات إذ أنه لكل حبة توت جيباً هوائياً يساعدها على الطفو على سطح الماء بعد الانفصال عن الأم تتجمع الثمار بعد ذلك بسهولة وتشحن إلى محلات بيع الفواكه لتستطيع بعد ذلك الاستمتاع بمذاقه الرائع في منزلك ولثمار التوت البري العديد من الفوائد على صحة الإنسان فهو يستخدم في علاج الربو ويقلل من معدلات الكوليسترول ويحافظ على صحة العين ويقوي البصر ويحمي المخ من الضمور العصبي وينشط الذاكرة ويعزز من التركيز ويقوي جهاز المناعة بشكل عام كما يقلل من ظهور بعض أعراض الشيخوخة وفقاً للدراسات التي أجريت بجامعة هارفرد الأمريكية فإن المسنين الذين يتناورون الكثير من التوت هم أقل عرضة لأمراض الشيخوخة